ومجددنا عمليات استحواذ ولكن هذه المرة في قطاع السياحي وماريوت تستحوذ على ستار وود هوتلز طبعا هذا العرض اليوم المقدم من شركة ماريوت للاستحواذ على ستار وود هوتلز بقيمة 12 مليار و 200 مليون دولار ولكن بحال انتهت هذه الصفقة سنشهد هذه المرة مجموعة أكبر من الفنادق وطبعا لو نظرنا إلى ما ستمتلك حاليا بحال شهدنا اندماج الشركتين مع بعض ماريوت وأيضا ستار وود قد تكون أكبر شركة فندقية في العالم قد تستحوذ على 5500 فندق هذه المجموعة بالإضافة إلى مليون و 100 ألف غرفة طبعا ستضم إلى هذا الاستحواذ بالإضافة إلى التواجد في أكثر من 100 دولة في العالم أما بالنسبة لتفاصيل صفقة الاستحواذ فآخر المعلومات تشير بأن ماريوت ستعرض حوالي 0.92 من أسهم ماريوت لكل سهم من أسهم ستار وود وبالإضافة إلى هذا العرض من الأسهم بالإضافة إليه سيكون دولارين نقدا لكل سهم من ستار وود هذا يعني بأنه لكل سهم من ستار وود سيكون 0.92 من أسهم ماريوت مع 2 دولار نقدا وبالتالي الانتظار يعني اليوم سيكون أيضا موافقة ستار وود على هذا العرض ولكن ننتظر بطبيعة الحال الاندماج